يعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا اليوم لبحث الأوضاع في رفح الفلسطينية بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية أوضحت مصادر ديبلوماسية أن الاجتماع المغلق سيعقد بطلب من الجزائر وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية جاء هذا الطلب نظرا لتطورات الخطيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة بعد إقدام إسرائيل على مهاجمة مخيمة النازحين برفح الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر